حضرتك بتحاول أن تنفذ شيء ما ما عرفش إيه هو ماينفعش يا فندم ماينفعش النادي الأهلي إذا كان يستحق الهزيمة ما عنديش أي مشكلة عنديش مشكلة لكن يا فندم إمبارح هدف صحيح مية في المية الناس كلها تقولك أو طبعا الناس كلها لهم بعض ما لا يشجع الأهلي ما لهمش علاقة بالأهلوية إحنا كلنا عارفين إن الأهلوية عشان عندهم أو شايفين بيتفرجوا على مطشاتهم كويس بيحصل إيه بيبقوا شايفين الهدف اللي بيخش إزاي حفظينه عارفينه من غير إعداد فكلنا وإحنا وقفين سقفنا وياسنا ونطينا وبساطنا وكل حاجة يعني حاجات كتيرة جدا بتحصل والعديد من خبراء التحكيم في العالم أجمعه على الكلام اللي أنا بقوله ده أنا مش مطالب إن أنا أطلع أقولي الكلام ده لأنه هدف محمود وحيد الحقيقة للأسف الشريط تم إلغاؤه والنادي الأهلي تعادل مع البنك الأهلي البنك الأهلي اللي بالمناسبة تغلب النهاردة من الإسماعيلي 2-0 فتعادل تعادلوا 2-2 أنا آسف أنا آسف تعادلوا 2-2 في آخر المباراة فاللي عايز أقوله لحضراتكو إيه أنه اللي بيحصل ده تخيل حضرتك أنه وسط كل الكلام اللي أنا بقوله ده محليا وإفريقيا بقى محليا لو ربنا كرمك بالثلاث مطشط المؤجلة أو المطشطك المؤجلة هتبقى في الصدارة مستريح هتبقى في الصدارة مستريح تخيل حضرتك أن وسط اللي بيحصل إفريقيا والتعنط الشديد من الاتحاد الإفريقي ضد كل اللي بيحصل في النادي الأهلي أو ضد النادي الأهلي برضو تخيل حضرتك أن أنت وصلت النهائي للسنة الثالثة على التوالي يعني حضرتك الأول محليا الأول إفريقيا إن شاء الله في الدوري لو كسبت المطشط ووقفنا الدوري هيبقى النادي الأهلي هو الأول في الناحية الثانية في أفريقيا حضرتك النادي الأهلي وصلت للمباراة النهائية وسط غياب عمر السلية حمدي فتحي، أليو ديانج، بدر بنون، أكرم توفيق، عمر حمدي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم كل دول ما كانوش موجودين في المطشين اللي باتوا وسط كل اللي بيحصل ده النادي الأهلي في نهائي البطولة الإفريقية والنادي الأهلي في لو كسب التلات مطشط المطشط المتأجلة ليه هيبقى الأول على الدولة العام المصري